خلينا نقول ان حصل external single phase fault ناحية ال star side على الفازة A وبالتالي نتيجة ان دي star grounded هتسمح بمرور zero sequence current ده او ground fault ده نتيجة بقى الفيكتور جروب بتاع ده اللي هو dyn3 هلاحظ هنا القاتي الفازة A دي عشان يمر فيها الطير ده هتسحبه قصادها من الفازة A ولكن الفازة A هنا اطرافها الخارجية تم توصلها مع فازة B وفازة C هيطر يسحب طيار من خلال الكابلات او من خلال خارج المحول يعني من خلال فازة B ويرجع من فازة مين ويرجع من فازة C